مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة لشرعية الدولية خروج مستشفى ناصر بقطاع غزة عن الخدمة ووزارة الصحة الفلسطينية تعتبره حكما بالإعدام على مئات الألاف من المواطنين تواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإسرائيلية ونتانياهو يرفض الدعوات المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة ثالث مساء بتوقيت القاهرة الوحيدة بتوقيت جريمش نشط إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تواصل مصر دورة تاريخية والمحورية دعما ونصرة للقضية الفلسطينية على مختلف الأصعض والمستويات وإلى جانب أدوارها السياسية والديبلوماسية لا تتوانى مصر في العمل لإيصال وضمان تضفق المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح اشتركوا في القناة أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلمات تضياء رشوان مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وأكد رشوان أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة وستقوم بتقديم مرافعة شفاهية أمام المحكمة يوم 21 من فبراير الجاري كما أوضح رشوان أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي ذام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكذلك سياسات ضمن الأراضي وهدم المنازل وترد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 إصابات خلال 24 ساعة أضفت الوزارة أن حصيلة الشهداء في القطاع ارتفعت إلى 28 ألفا وتسعمائة وخمسة وثمانين شهيدا فيما وصل عدد المصابين إلى 68 ألفا وثمانمائة وثلاث وثمانين إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خروج ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة من الخدمة أضفت الوزارة أن هناك أربع فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع وأشرت إلى أن خروج مستشفى ناصر عن الخدمة هو حكم بالإعدام على الألاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية بجنوب غزة من دار للشفاء إلى ثكنة عسكرية صار هذا هو الوسط الدقيق لما آلت إله أوضاع مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بقطاع غزة الذي خرج عن الخدمة بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكبر منشأة طبية واضطر ألاف المرضى الفلسطينيين لمغادرة المستشفى تحت تهديد سلاح جنود الاحتلال وبلغت المأساة ضروتها بحرمان المرضى من البقاء في المجمع الطبي وإجبارهم على إخلاء المكان لممارسة إجراءات التفتيش ومزاعم البحث عن نشاطاء لحركة حماس والبحث عن أدلة حول رفات المحتجازين الإسرائيليين وظلت المنشأة تعاني من نقص الغداء والماء والإمدادات الطبية تحت النيران الكثيفة والحصار العسكري ومن ينجو من حصار مجمع ناصر يستقبله رصاص قناسة الإسرائيليين الذي يستهدف النازحين عبر النوافد وفي الشوارع فيسقط المئات بين شهيد وجريح حيث إطلاق النار والقصف يأتي من جميع الاتجاهات وحتى حول مجمع ناصر ليحترق المستشفى ومدرسة الأمم المتحدة ويخرج الأهالي ليلا فرارا من الموت بينما دبابات الاحتلال تطاردهم مع أطفالهم وتتحرك فوق جتة الشهداء في الشوارع وتصحق أكسادهم وصدمة أخرى تظهر مع مظاهر الحياة داخل مخيمات اللاجئين في مدينة رفح الفلسطينية بعد أن تحولت إلى سجن كبير لا تحبس فيه الحرية والكرامة فحسب وإنما تغمرها مياه الصرف الصحي بدل من الصالحة للشرب وتنقطع الكهرباء ويختفي الغذاء تدريجيا إلى درجة المجاعة وانتشار الأمراض أكدت وزارة الخارجية والمغطربين الفلسطينية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين تنياهو يختبئ خلف الوزيرين المتطرفين بنغافير واسمو تريتش في إطلاق يد المستوطنين لإشعال الحرائق في سحة الصراع أدانت الوزارة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بشكل خاص قال رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيمين نتنياهو إن حكومته ستصوت على قرار توضيحي يتعلق بمعارضة إسرائيل لأي إعلان لدولة فلسطينية من جانب واحد. أضاف نتنياهو أن هذه الخطوة تأتي بعدما تردد في الاجتماع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد. لا فتن إلى أن إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية فيما يتعلق بتسوية دائمة مع الفلسطينيين ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الغضب من القيادة الإسرائيلية لم ينتهي. حيث ملأ ألاف المتظاهرين المناهدين للحكومة شارعة وسط تل أبيب وهو نفس الشارع الذي اندلعت فيه التظاهرات قبل بدء تصعيد بين إسرائيل وحماس. أشارت نيويورك تايمز إلى أن الاحتجاجات ضد نيتانياه والحكومة هي احتجاجات منفصلة عن الاحتجاجات فيما يتعلق بمسار العمل في غزة حول المحتجزين رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نيتانياه فكرة إجراء انتخابات مبكرة وذلك في الوقت الذي تجمع فيه آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للمشاركة في احتجاج مناهد للحكومة تظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية نيتانياه منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي يوما تل والآخر يزداد الغضب في إسرائيل تجاه رئيس الوزراء بن يمين نيتانياه ففي أحدث تطور في الشارع تظاهر الألاف في تل أبيب للمطالبة برحيل الحكومة الشرطة الإسرائيلية اعتقلت متظاهرين أمام منزل نيتانياه في قسارية خلال تظاهرة للمطالبة بإسقاط حكومته وعقد صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حمالياه المظاهرات الجديدة جاءت في أعقاب مؤتمر صحفي لنتانياه وأكد فيه مواصلة الحرب وإجراء عملية عسكرية في رفح المكتضة بالنازحين كما قلل من شأن صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس نيتانياه شدد على أن إسرائيل لن تخضع للضغوط الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين وعند سؤاله خلال مؤتمر صحفي عن الدعوات داخل حزب لكود الحاكم لإجراء انتخابات مبكرة فور انتهاء الحرب في غزة أكد نيتانياه أن آخر ما تحتاجه إسرائيل الآن هو الانتخابات هذا وأظهرت استطلاعات الرأي التراجع شعبية نيتانياه منذ السابع من أكتوبر الماضي والذي أشعل فتيل حرب مدمرة في غزة أودت بحياتي نحو ثلاثين ألف فلسطيني ودمرت معظم البنية التحتية في القطاع وسائل أعلام محلية ذكرت أن المتظاهرين الذين بلغ عددهم بضعة ألاف كانوا أقل بكثير من المشاركين في الاحتجاجات الحاشدة التي جرت العام الماضي رئيس الوزراء بنيمين نيتانياه يتعرض ائتلافه لانتقادات متزايدة من خصومه السياسيين بسبب طريقة إدارته للحرب في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر حيث طالب المتظاهرون في شوارع تل أبيب بإجراء انتخابات مبكرة للإطاحة بنتانياه التقى سفير مؤيد ضلع سفير مصر في رومانيا عددا من سفر المجموعة العربية والإسلامية ووزيرة الخارجية الرومانية لومنساساكا أوديسكو وذلك لبحث تدعيات الوضع في غزة خلال هذا اللقاء تمت الإشارة إلى خطورة الوضع في مدينة رفح وأهمية استمرار الجهود الدولية والإقليمية لوقف استهداف الفلسطينيين هناك كما تمت الإشارة إلى أن استهداف رفح وتعطيل إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يعد جزءا من سياستها لتطبيق التهجير القصري للشعب الفلسطيني وتصفية القضية موسيقى لسا اتطبرت تبدلش حاجة قال المتحدث باسم وكالة أونروا عدنان أبو حسنة إن المنظومة الإنسانية في قطاع غزة على وشك الانهيار أشار أبو حسنة إلى أن هناك نقصا في الموارد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية وحضر المتحدث باسم الأونروا من انتشار الأمراض بشكل كبير خاصة الأمراض الجلدية والمعاوية والالتهابات الصدرية داعيا إلى ضرورة إيجاد حل بشأن عرقلة توصيل المساعدات من جانب الاحتلال الإسرائيلي أدانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على تمييز ضد المرأس دعو الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها حياة وصحة النساء الجسدية والعقلية في غزة وأكدت أن الساعة تدق بسرعة نحو المجاعة وتفشي الأوبئة وصفة ذلك بمسيرة للموت والمرض والدمار أصدرت اللجنة بيانا عبرت فيه عن أسفها لارتفاع عدد الضحايا ودعت جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بسيادة القانون والقانون الدولي الإنساني كما طلبت إسرائيل بالتركيز بشكل خاص على الاحتياجات الخاصة للنساء والفاتيات بما في ذلك النساء الحوامل وذوات الإعاقة تبدأ محكمة العدل الدولية غدا عقد جلسات علنية بشأن التابعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المختلة بما فيها القدس الشرقية من المقرر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات من 52 دولة هو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة بشأن أثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 75 عاما حيث ستستمر المحكمة لمدة 6 أيام بين التاسع عشر والسادس والعشرين من فبراير الجاري أحية لكم من جديد عبر وزير العدل الفلسطينية محمد الشلالدة عن تقديره لموقف مصر وتجاه رئيس السيسي في دعم حقوق الشعب الفلسطينية قائلا إن مصر لم ولن تقبل تهجير القصري للفلسطينيين أضاف وزير العدل الفلسطيني أن مصر تدافع عن القضية الفلسطينية منذ عام 1948 مشددا على أن ما يحدث في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية هو تهديد الأمن القومي العربي والأمن العالمي كما طلب وزير العدل الفلسطيني لاحتلال الإسرائيلي باحترام مبادئ القانون الدولي محملا إياه المسئولية الجنائية والقانونية وما تسبب فيه من خراب ودمار وأعمال قتل متواصل بحق الشعب الفلسطيني توقع دبلماسيون أن يصوت مجلس الأمن التابع للأم المتحدة ثلاثاء المقبلة على مشروع قرار جزائري يحث المجلس على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية وهي خطوة لوحات الولايات المتحدة إلى أنها ستستخدم ضدها حق النقد فيتو طرحت الجزائر مشروع قرار أولي قبل أكثر من أسبوعين لكن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس سارعت إلى القول إن النص قد يفشل المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت للحرب ويحتاج قرار مجلس الأمن الدولي لإقراره إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقد الفيتو أعربت قنصلية فرنسا العامة في مدينة القدس عن قلقها إذا أشن هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة وأوضحت القنصلية الفرنسية أن الهجوم المتوقع يهدد بإغلاق منفذ الخروج لكثير من الرعاية الفرنسيين من القطاع هذا وقد تم إجلاء 42 فلسطينيا فرنسيا من قطاع غزة عبر معبر رفح الاثنين الماضي يبلغ بذلك عدد الأشخاص الذين تم إجلاءهم من قطاع غزة بناء على طلب من فرنسا أكثر من 200 شخص تعمل رئيس البرازيلي لولادا سيلفا إسرائيل بارتكاب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة قال دا سيلفا خلال مشاركته في قمة للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديسا بابا أن ما يحدث في غزة ليس حربا وإنما إبادة مضيفا أن ما يعاني منه الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان أن معركة الكرامة مستمرة حتى يتم دحر قوات الدعم السريع وخلال كلمة وجهها إلى الضباط والجنود ضمن زياراته للوحدات العسكرية شدد البرهان على أن القوات المسلحة لن تترك السلاح إلا بعد القضاء على قوات الدعم السريع وأنا برسل رسالة اليوم لهؤلاء المتمردين ومن عاونهم أنه إحنا ما حانا نضع السلاح إلا ضدهم أو تطلع من الضباط ومن عاونها ما يشين عليكم مجاينكم فأفضل أنكم تخدوا السلاح وتسلوا خوط العقل وتطلعوا أطلعوا من الجزيرة أطلعوا من الخرطون أقعدوا بره قال عندكم الكلام تاني تعالوا وتكلموا لأكين أنتوا بعدين بعدين يسلوا من الناس مفتلين الجزيرة ومفتلين الجنينة ومفتلين زاليني وتنهب وتقتل وتسلوا وإنا ما أيضا عاكم كذا نشد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان طرفي الصراع في السودان بإنهاء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر وتسببت في نزوح ملايين الأشخاص كما أشار البابا فرانسيس في كلمته الأسبوعية إلى الصراعات في موزنبيق وأكرانيا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية مضحا أن شعوب هذه البلاد سائموا من الحرب التي تكون دائما عديمة لترفائدة وغير حاسمة ولن تقلب سوى الموت والدمار ولن تؤدي أبدا إلى حل المشكلة دعا نائب رئيس الوزراء الصومالي صالح أحمد جامع أعضاء الاتحاد الأفريقي إلى الإدانة المشتركة للتوسع الإقليمي لدولة إثيوبيا التي تسعى إلى ما وصفه بنهب أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية خلال كلمة ألقاها في قمة الاتحاد الأفريقي السابعة وثلاثين قال جامع أن الحكومة الصومالية حققت نجاحا كبيرا في المجال الأمني وتحرير العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية لم تقبل المساس بوحدة واستقلال أراضيها برا وجوا وبحرا أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم كييفا وذلك قبيل الذكرى السنوي الثانية للحرب الروسية الأوكرانية شهدد بايدن على ضرورة قيام الكونغرس بتمرير مشروع قانون التمويل التكملي للأمن القومي بشكل عاجل لإعادة إمداد القوات الأوكرانية وأكد مجددان الدعم القوي من الحزبين الأمريكيين في الحكومة الأمريكية ومن الشعب الأمريكي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ولفرض تكاليف على الحكومة الروسية لمحاسبتها على أفعالها بحث وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلانكين مع نظير الأوكراني ديمتري كوليبا الجهود المستمرة لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا وذلك على هامش مؤتمر ميوناخ للأمن في ألمانيا في بيان لها ذكرت الخارجية الأمريكية أن الوزيرين ناقشا أيضا احتياجات أوكرانيا للدفاع الجوي مع استمرار روسيا في هجماتها الجوية على المراكز الاقتصادية والبنية التحتية المدنية وشدد الوزير على التزام الولايات المتحدة بجهود إعمار إعادة الإعمار في أوكرانيا قال وزير الخارجية الصيني وانجي إن بيكين تعمل دون كلل من أجل دفع إجراء محادثات سلاما بخصوص أوكرانيا داعيا إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن أضاف وانجي أن الصين لم تخلق الأزمة الأوكرانية كما أنها غير ضالعة بها لكنها لن تقف أبدا مكتوفة الأيدي حيالها ولم تستغل الأزمة لتحقيق أي مكاسب ذكر المتحدث باسم الجيش الأوكرانية ديماترو ليخافي أن الوضع استقر إلى حد ما على جبهة أفدافكا بشرق أوكرانيا بعد انسحاب قوات كييف أمس السبت قائلا إن الجيش تكبد خسائر أسناء الانسحاب من جهتيه أن الرئيس الروسي فلادمر بوتن الوحدات العسكرية التي سيطرت على المدينة الأوكرانية الواقعة في منطقة دوناتسك ضربة جديدة تتلقاها أوكرانيا في خضم العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ الرابع والعشرين من فبراير من عام 2022 مما يعزز الموقف الروسي على الأرض بعد فشل الهجوم المضاد الأوكرانية فبعد أيام من المعارك الضرية في مدينة أفدافكا في شرق أوكرانيا أعلنت روسيا سيطرتها الكاملة على المدينة عقب إعلان كييف انسحاب قوتها من هذه المدينة الصنعية التي شكلت مركزا للمعارك منذ أشهر القرار يعد أول قرار رئيسي يتخذه القائد الأعلى الجديد للجيوش الأوكرانية أليكساندر سيريسكي بعد تعيينه في هذا المنصب في الثامن من فبراير مبررا هذا بالرغبة في الحفاظ على حياة جنوده والتحول إلى الدفاع على خطوط أكثر ملاءمة الرئيس الأوكراني فوليدمير زيلينيسكي وخلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن وصف القرار بالعادل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح فيما ربط الرئيس الأمريكي جو بايدن نتيجة الانسحاب الأوكراني الأخير بعدم قدرة الكونغرس على تمرير المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في المقابل هنأ الرئيس الروسي فولاديمير بوتين جيشه بالانتصار المهم المتمثل في السيطرة على مدينة أفديفكا لانتصار الجديد صعب من مهام الجيش الأوكراني في استهداف المواقع الروسية في دوناتسيك في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا صعوبات في استمرار الدعم العسكري الغربي أعلن حلف شمال الأطلنطي النيتو نجحه في تحقيق المستهدف من برنامج رفع الإنفاق الدفاعي لدول الحلف الذي يبلغ عددها 31 دولة كذلك في ختام اجتماعات وزراء دفاع النيتو التي بدأت في الخامس عشر من الشهر الجاري في بروكسل استباقا لقمة قادة دول حلف شمال الأطلنطية النيتو المزمع عقدها في يوليو القادم في واشنطن أعلن النيتو نجحه في تحقيق المستهدف من برنامج رفع الإنفاق الدفاعي لدول الحلف البالغ عددها 31 دولة الحلف أكد أن 18 دولة من أعضائه قد رفعت مستوى إنفاقها الدفاعي إلى نسبة 2% خلال عام 2024 وذلك في إطار خطة تعزيز موازنة الحلف وأضاف أن 13 دولة لا يزال إنفاقها الدفاعي أقل بقليل عن تلك النسبة لكنها في طريقها إلى استفائها وفي ختام اجتماعات وزراء دفاع النيتو التي بدأت في الخامس عشر من الشهر الجاري في بروكسيل أشارت الأمانة العامة للنيتو إلى أن تلك هي الزيادة السادسة في موازنات الإنفاق الدفاعي لدول الحلف وذلك منذ عام 2014 وتلعب الولايات المتحدة الأمريكية دورا رائدا في قيادة حلف شمال الأطلنطية الذي تعد دوله صاحبة 50% من حجم القوى الاقتصادية العالمية وتستحوذ كذلك على نسبة 50% من حجم القوى العسكرية العالمية أمين عام النيتو يانس استولتنبيرج أكد أن الحلف لا يزال يتمتع بمصداقية عالية في كافة استطلاعات الرأي العام المنصفة في أوروبا والولايات المتحدة ودوره أساسي في صد ما وصفه بطموحات الهيمنة الروسية في أوروبا وبالتوازي مع اجتماعات وزراء دفاع النيتو بدأت قوات الحلف تدريبا قتاليا بعنوان القفز الرائع 24 على الأراضي البريطانية وكان الحلف قد نفذ تدريبا قتاليا باسم المدافع الصامد وذلك في عام 2023 بتشكيلات قوامها 90 ألف مقاتل من قوات التدخل السريع الأوروبية للدفاع عن مناطق وسط وشمال أوروبا أعلنت الصين أنه لا توجد حدود أو مناطق محضورة لصيد الأسماك حول مجموعة الجزر التايوانية القريبة من ساحة الصين وأن بكين تحتفظ بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات بعد وفاة صينيين اثنين بالقرب من الجزر دفع تايوان الأسبوع الماضي عن تصرفات خفر السواحل بعد وفاة شخصين على متن زورق السريع الصيني اقترب بشدة من جزيرة تايوانية على الخطوط الأمامية عندما انقلب قاربهما أثناء المحاولة الفرار من سفينة خفر السواحل في حين نجا اثنان آخرين اكدت تمندوبة الهند الدائمة لدى الأمام المتحدة السفيرة روتشيرا كامبونغ تأكيد بلادها لإجراء إصلاح النشامل في مجلس الأمن الدولي يتضمن توسيع نطاق كل من العضوية الدائمة وغير الدائمة بالمجلس في كلمة لها خلال المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن والتي أجريت في نيويورك قالت مندوبة الهند أنه يتعين الاسترشاد برؤية جريئة أثناء عملية الإصلاح لضمان إيجاد عالم أكثر شمولا ومساواة وأضافت أن توسيع نطاق العضوية غير الدائمة فقط لن يحل المشكلة بل سيؤدي إلى تساع نطاق الخلافات بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بدرجة أكبر وبالتالي استدامة الفوارق وعدم المساواة بدلا من إزالتها وذلك الأمر لم يعد مناسبا للوضع الجيوسياسي الراهن أعلنت توزارة الشؤون الخارجية الهندية عن رئيس الوزراء اليوناني كارياكوس سيقوم بزيارة رسمية للهند يومي 21 وال22 من فبراير الحالي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي نارين رامودي ذكرت الوزارة أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها مسؤول يوناني على مستوى رئيس دولة أو رئيس حكومة إلى الهند منذ 15 عاما ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء الهندي مباحثات ثنائية مع نظيره اليوناني لبحث الارتقاء بمستوى الشراكة الأستراتيجية بين البلدين أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة العمل على توافر السلع في الأسواق وضبط الأسعار وخلال ترأسي اجتماع مجلس المحافظين أوضح مدبولي أنه تم التوافق مع الغرف التجارية والمصنعين على ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة وهو ما سيسهم في توازن الأسعار كما يتم التوسع حاليا في إقامة معارض أهلا رمضان وكذا منافذ مبادرة كلنا واحد بهدف التأكد من توفر السلع المختلفة بأسعار مناسبة موجها بتشكيل مجموعة عمل مصغرة في كل محافظة برئاسة المحافظ لمتابعة توفر السلع في الأسواق وتوازن أسعارها على أن تقدم تقريرا أسبوعيا يعرض على رئيس الوزراء أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الترحيب بضخ أي استثمارات جديدة والعمل على تزليل أي تعقبات وإزالة التحديات ما يصهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية القابدة وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمناقشة استثمارات الشركة في مصر وإمكانات توسعها من جانبي أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى المشروع الخاص بتصنيع الـ MDF أخشاب في المصنع والذي سيتم الافتتاح التجريبي له قريبا باستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع عددا من الوثائق الرسمية حول حرب أكتوبر 1973 والتي تتضمن تخطيط الاستراتيجي العسكري للحرب تضمنت هذه الوثائق كيفية تصفية الثغرة وفض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية وكذلك بعض مذكرات قادة حرب أكتوبر وأوضح الموقع أيضا أن التخطيط الاستراتيجي العسكرية المصرية لحرب أكتوبر يرقى إلى أعلى درجات الفكر العسكري العالمي حيث شامل توجيه السياسية العسكرية وإعداد فكر الاستخدام للقوات المسلحة وقرار إعداد خطط العمليات والخطط التكميلية وتنظيم التعاون الاستراتيجي والإشراف والمراجعة واختبار التخطيط بما يؤكد قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المهام المخططة اشتركوا في القناة يستكمل مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم اجتماعاته لبحث جدوى الأعمال وجلسات موضوعات الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكونوا بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة كما يبحث مجلس أمناء الحوار الوطني باقي جلسات الموضوعات المختلفة من أجل التوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية تنطلق غدا فعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع لطاقة إيجبس 2024 الذي يقام تحت شعار تحفيز الطاقة تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الإمبعاثات أوضح وزير البترولا طارق الملا أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي سنويا لهذا المؤتمر تعد رسالة إيجابية للاستثمار العالمي عن دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة المصرية يشهد هذا المؤتمر في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفعالا من قطاع الطاقة العالمية بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم وأمنا منظمات الطاقة الإقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات العالمية للطاقة موسيقى 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 اشتركوا في القناة وفي تقرير جديد من سلسلة تقارير معلوماتية التي يصدرها المركز بصورة دورية أكد المركز أن قطع الزراعة يعمل به نحو 18.9% من إجمالي المشتغلين وأسهم في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 11.5 عام 2021-2022 وقد استعرض تقرير المركز جهود تفعيل ممارسات الزراعة الذكية في مصر وتطبيقاتها حيث سعت الدولة لتطويع الثروة التكنولوجية الحديثة في الأساليب الزراعية عبر عديد من النمازج والتطبيقات نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلتين بقرية العزيز بوادي نطرون والنخلة القبلية بمركز أبو حمص في البحيرة تم توزيع أثاث وخمسة وسبعين جهازا على ثلاث واربعين أسرى إضافة لألف وجبة غذائية وتنفيذ وصلتين مياه وسقف خشبية وقافلة طبية ومعرض للملابس بقرية العزيز بوادي نطرون وفي مركز أبو حمص تم توزيع 250 حقيبة غذائية بالإضافة إلى زيارات للمسنين تحت شعار ونس ويتم خلالها إهداء المسنين بعض الهدايا فضلا عن فعالية مجددون لتنظيف وإعمار المساجد التي ليس لها وبها عمالة بالإضافة إلى حفلات للأطفال نحن نزلين 250 شنطة غذائية كنا مع بينهم في الفرع عندنا بمجهود المتطوعين ونزلين دلوقتي 250 أسرة من الأسر الأكثر استحقاقاً يعني في المنطقة هنا في أبو حمص وعندنا كمان زيارات مسنين للأسر اللي هي ما عندهاش أي حد بيسأل عليها أو ما عندهاش ناس موجودة في البيت بنجيب لهم هدايا بسيطة ونقعد معاهم زي ونس من الأسبوع للأسبوع كده زائد اللي بيكون عندنا مجددون بيكون فيه زي تنظيف للمساجد اللي محدش بيهتم بيها أو محدش ملهاش عامل يعني ينظفها كل أسبوع وبيكون فيه حفلات أطفال بنجيب أطفال بنعلمهم حاجة جديدة بنشوف هم محتاجين إلي بنساعد بيه كل حاجة ديتي يعني احنا النهاردة في أبو حمص معنا حوالي 100 متطوع عشان يوزعوا 250 شنطة زائد الزيارات المسنين والحفلات الأطفال وكل الكلام ده تنهار ده إن شاء الله احنا هنا جايين عشان نوزع 250 شنطة لأكتر أسر مستحقة عشان نسهل ظروف المعيشة ليهم قبل رمضان والرسالة حابة وجهها إن التطوع دايما بيساعدنا يعني إن احنا نقدم فرص وإن احنا نطور من نفسنا وإن احنا نساعد الناس احنا شاركنا في أكتر من فعالية قبل كده حقيقي الشعور بيبقى جميل يعني بمساعدة أسرنا هنا في قريطة أبو حمص النهاردة اليوم هيمشي عندنا زيارات مسنين واعمار مسجدين بإذن الله وتوزيع شناط غزائية يعتبر 250 شنطة لتسهيل الظروف على أسرنا هنا في قريطة أبو حمص أنهت القافلة العلاجية أعمالها بقرية سلوى بحري التابعة لمركز كومومبو في أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة خلال القافلة تم الكشف وصرف العلاج بالمجان وتحويل حالات أخرى للمستشفيات التابعة لمدرية الصحة لإجراء العمليات الجراحية وأشعة الرنين والمقطعية تشمل للقافلة الطبية ثماني تخصصات إضافة لمعملية الدم والطفيليات والأشعة النهاردة معنا القافلة الطبية المتنقلة تابعة لحياة كريمة النهاردة بنوصل لأقصى أخاني من الصعيد عشان نوصل لهم الخدمة الطبية المتميزة معنا أكثر من عيادات طبية متخصصة معنا الصيدرية بتحتوي على أكثر من 130 صنف دواء مختلف معنا جهاز الأشعة المتنقلة زي لازم الأمر معنا مع ملايات دم والطفيليات كمان معنا التحولات الخارجية لمستشفى كومومبو المركزي ومستشفى جامعة أسوان نشكر سيدة الرئيس على المبادرة تاعة الصحة وتوفير الحملة في الوحدة هناتي للناس الغلابة والمجهودات المبزولة من سيدة الرئيس على وزارة الصحة ونشكر الغافلة اللي يأتت إلينا هنا والناس قايمين على أكمل وجه العلاج وكشف وصراحا الزعف ومنتهى الجمال والله نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قافلة تنموية شاملة في مركز زفتة بمحافظة الغربية شهدت القافلة التي تضم 16 عيادة متنوعة تقديم خدمات الرعاية الطبية ل711 حالة وتم صرف الدواء بالمجان مع تحويل 63 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لخمسين مواطنا وتقديم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريد المشتركين بالقافلة محاضرات توعوية للأهالي تتواصل فعليات معارض أهل رمضان بمحافظة الأقصر حيث يتم ضخ 140 طن من السلع الأساسية يوميا في المعارض السبعة المنتشرة في المحافظة هذا وشهدت المعارض السلعية تجديدات خلال الفترة الحالية استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك حيث تم ضخ كميات مضاعفة من السلع تتراوح تخفيضاتها من 25 إلى 30% نحن في أحد المعارض الرئيسية بالمحافظة نحن عندنا سبع معارض رئيسية في محافظة الأقصر بخلاف حوالي 30 تشادر سيتم إقامتهم خلال الأسبوع القادم بخلاف أن فيه سلاسل قوافر سيارات متنقلة بتجوب المناطق اللي هي ما بيكونش فيها معارض أو منافذ تأمونية كذلك فيه مشروع جمعيتي فيه 20 مشروع جمعيتي مشارك في معارض أهل رمضان والسلاسل التجارية الكبرى مشاركة في معارض أهل رمضان انعقدت بمدينة شرمشي قمة جي آر سي مصر 2024 التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنمية المستدامة وتنشيط الاستثمار الهادف في المنطقة العربية والشرق الأوسط تعد هذه القمة حدثا مهما لجمع القادة المتميزين وصناع القرار وخبراء الصناعة وشخصيات مؤثرة من مختلف القطاعات لمناقشة الأساليب الحديثة المتعلقة بالتحول الرقمية والحوكمة الرقمية كما تسعى القمة إلى تحقيق فهم واضح لتأثير التقنية في إدارة المخاطر وعرض قيمة التحول الرقمي في خدمة أهداف الحوكمة الداخلية والحوكمة الرقمية وتشمل الموضوعات المقترحة للنقاش في هذه القمة عدة مجالات هامة ومعاصرة دفنا التدريب والتوعية ودمج الجهود الحكومة في رؤية مصر 2030 مع قطاع الأعمال وقطاع المؤسسي الخاص من بنوك ومن شركات ومن مؤسسات هدف المؤتمر هو التدريب وتنمية وتوعية في الحقيقة المؤتمر حصل على رعاية العديد من الجهات في مصر زي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هيئة تنشيط السياحة جهاز تنظيم الاتصالات هيئة الرقابة المالية والعديد من الجهات الأخرى بنشارك في مؤتمر جي أر سي سامات وينتي توينتي فور في مصر المؤتمر بيناقش قضية مهمة جدا هي قضية الحوكمة والالتزام وإدارة الأزمات وده أضايا مهمة جدا أن نحن نقدر بها نوصل لدعم وتخذ القرار في تحقيق أضايا التنمية المستدامة لأن بدون حوكمة جيدة وبدون الـ Digital Transformation مش هنقدر ندخل فترة التحول الرقمي ونقدر نحقق أهداف التنمية المستدامة عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعنا اليوم لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية وذلك بحضور حسن عبدالله محافظة البنك المركزي وعليم صلحي وزير التموين والتجارة الداخلية جدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الإشارة إلى جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار العمل على توفير المكون الدولاري المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية وخاصة زيت الطعام ولبن البودرة وغير ذلك من السلع من جانبها أشار محافظ البنك المركزي إلى التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوفير مزيد من السلع والمنتجات لافتنا في هذا الصدد إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتي مؤخرا كما سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لزيت الطعام والألبان وفقا لطلبات وزير التموين وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مشترك بشأن اكتشافه وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا يأتي هذا البروتوكول في إطار تنفيذ توجيهات رئيس عبدالفتاح السيسي برعاية رواد الأعمال والمبتكرين والنوابغ لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة بما يسهم في إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة ومنتجة للمعرفة وقادرة على الابتكار تدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر يهدف بروتوكول التعاون المشترك إلى تحقيق أهداف صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالبدء في تنفيذ مجموعة من البرامج التي تدعم المبتكرين والنوابغ وتنشر ثقافة الابتكار بالتكامل مع مؤسسات منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الأخرى بما يعزز القدرة التنافسية لمصر اختتم أطفال المحافظات الحدودية جوالتهم للمشروعات ضمن مشروع أهل مصر المرحلة الثالثة والمقامة تحت عنوان يهمنا الإنسان بإجمالي مأتي طفل وطفلة في المرحلة العمرية من 12 إلى 15 سنة هذا وقد أبدع أطفال المحافظات الحدودية على مصرح فوزي فوزي المكشوف بمحافظة أسوان بسلسلة عروض فنية في ختام ملتقى المحافظات الحدودية إذا نعمل على كل طفل وكل موهبة فيه نحاول نعمل عليها سواء تمثيل سواء رسم سواء موسيقى أداء حركي ورش حك ورش أشغال يدوية بنبدأ ده من أول يوم بنبدأ الأطفال بنقسمها على مجموعات المجموعات دي بتبقى مجموعات مختلفة مش كل محافظة مع بعض عشان يحصل دمج بين جميع المحافظات مع محافظة القاهرة عشان كل واحد بتعرف على ثقافات بعض ونعرف بعض بنهتم جداً لأن احنا بنلف الأطفال بنلففهم بنشوفهم أهم المناطق الأسرية وهم المناطق في مصر عشان يعرفوا بلدهم يوم جديد بتتمثل فيه العدلة الثقافية بمعناها ومضمنها بالحقيقة يعني وجود يعني كل أبناء المحافظات الحدودية معاً في مدينة أسوان بيعكس اهتمام الدولة بشكل كبير بأبنائها من مختلف المحافظات الحدودية بالتأكيد شفنا كل أشكال الفنون الرقصات الأغنيات الاهتمام بترقية الوعي الوطني لديهم مشروع أهل مصر مشروع تتبناهي الدولة لتعزيز قيم المواطنة لدى الطفل المصري خاصة أطفال المناطق الحدودية مع أطفال القاهرة دمج ثقافي ما بينهم للمعايشة ليكون لنا هنا لما بيجوا معنا بيكونوا سفراء لأهل لهم في محافظتنا محافظتهم أطفالنا حاجة واحدة أساس المشروع أن الطفل المصري واحد سواء في القاهرة سواء في مطروح سواء في الوادي الجديد أو في أسوان أو في البحر الأحمر أو في شمال سيناء أو في جنوب سيناء مشروع أهل مصر هدية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأطفال مصر معالي وزير الثقافة الدكتورة نيفينيك كيلاني تنفذه الهيئة العامة لكستوري الثقافة برئاسة الأستاذ عمر البسيوني وصلنا إلى ختام منشرة الثالثة على شاشة التليفزيون المصري ولا تبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدد الدولية وتترافع عمامها والممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية خروج مستشفى ناصر في قطاع غزة عن الخدمة ووزارة الصحة الفلسطينية تعتبره حكما بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين تواصل احتجاجات المناهضة للحكومة الإسرائيلية ونتنياهو يرفض الدعوات المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة مشاهدين الكرام وصلنا مع حضرتكم لنهاية نشرة الثالثة من التليفزيون المصري تحية لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر